نوع استزراع سمكي من الرياض دعونا على طول كذا من ضيع وقت ونشوف الخطوات طبعاً هنا هنا في غرفة الحظانة بعد ما نجمع البيض من الأمهات نجيبها ونضعها في الفقاسات هذه تأخذ من يوم إلى أربع أيام في الفقاسة هنا الحين هذا بيبي سمك نعم هذا بيبي خرجت من البيض فالأم الوحدة خلال حياتها يعني بتطلع لها كم ممكن تطلع لها 80 ألف بيض منطلقين الأمهات نعم بعدين يجي لمرحلة الحظانة تجلس 21 يوم يكبر حجم السمك زي ما تشايفين لما يصير 3 إلى 5 سنطي بعدين يروح إلى مرحلة الإصبعيات مرحلة الإصبعيات طبعاً احنا شبناها في الحظانة جبناها صغيرة من 2 إلى 3 سنطي بعدها تنتقل بالتدريج لحواضة التربية هنا مرحلة التربية السمك بيبدأ 20 جرام يوصل إلى 300 أو 350 جرام بعد 3 شهور الموضوع الموية هذا أول سؤال عن استنزف في المياه الجوفية أو إيش الوضع؟ الموية هذه التي نشايفها الآن بعد سنة تيجي نفس الموية هي نفسها بتخلص الدورة بننتج السمك بنحصد السمك ونفس الموية نفسها ثابتة تخرج هنا فلات الخارجية وترجع نفس الموية فإحنا الآن نحافظ على المياه الجوفية طبعاً زيادة كبيرة جداً في إنتاج السمك المستزرع في السعودية 2015 كان إجمالي الإنتاج 20 ألف طن زاد إلى 75 ألف طن خلال أربع سنوات ضعف أكتر من 200% زيادة عدد المشاريع زاد 2018 كان 83 مشروع 2019 وصل إلى أكتر من 180 مشروع والمشاريع كمان حتزيد عندنا واحدة من أكبر مصانع الروبيان في العالم بنصدر لأكتر من 32 دولة حول العالم على سيرة تصدير الروبيان هذي لورين من سنغافورة وهذا ربيان سعودي ربيان سعودي على موائد عالمية 1 2 3 3 7 8 9 8 9 10 من المساريات التي ترموها التكاريح من الموضوعات لذا كنت أدخل في ذلك هذا الارد مصاري التكاريح انتهي من الناس الوصفة من المنحة في الحياة رقم واحد الصين رقم اثنين الهند الرقم الثلاثة اندونوسيا في العربية generation أبدا المنحة الاستذراع وهي مصر مصر و هناك مشاريع مرة كبيرة و simpatية في الموضوع من سنوات كثير إنتاجها يفوق المليون ونصطا